تلت علينا آيتين في سورتين مختلفتين هي كلها يعني تتعلق بإجابة الله لدعاء عبده وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائما أو قاع إلى آخر الآيات تسأل تقول يعني ماذا يجب علينا أن نفعل إذا استجاب الله دعاءا أختي كريمة بارك الله فيك طبعا الدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله تعالى وعد ووعده الحق أنه يجيب دعوة الداعين قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ولذلك الله عز وجل لما نتأمل القرآن نجد مثلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون الله فيستجيب الله لهم وأيوب إذ نادى ربه النهاية فاستجاب له وزكريا فاستجاب له نوح عليه السلام إني مغلوب فانتصر فاستجاب الله له وهكذا بقية الأنبياء ولذلك الإنسان يحرص أول ما يحرص على أن يكون الدعاء قد توفرت فيه شروط قبوله والإجابة عليه وأيضا أن يحرص على الحذر من موانع قبول الدعاء موانع قبول الإجابة يعني دعاء الإنسان ولذلك حيانا يوجد أشياء تمنع قبول الدعاء مثل أكل الحرام والعياذ بالله نبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له يقول كيف يستجيب الله له منغمس في الحرام ومنغمس في الحرام فأيضا الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم هذا مانع من موانع إجابة الدعاء كذلك استعمال المفردات الشركية أو البدعية مثلا كالتوسل إلى الله بجاه المخلوقين مثلا اللهم يسألك بجاه فلان هذه من موانع إجابة الدعاء أو مثلا الدعاء في حالة معينة هي ابتداء في دين الله عز وجل كأن يذهب عند قبر رجل صالح يدعو الله مباشرة بجوار قبر اعتقادا منه أن الدعاء هنا مقبول اعتقاد منه بأن الدعاء هنا مقبول أما إذا استنجد بالمقبور فقد أشرك بالله الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله كان يقول للمقبور يا فلان أنا مريض شفني يا فلان أنا كذا وكذا هذا دعا غير الله ودعاء غير الله كفر والعياذ بالله وشرك بالله عز وجل أما الدعاء عند قبر رجل صالح أو مكان يعتقد بأن هذا المكان يعني أنسب للدعاء في المقبرة أو القبر هذا والعياذ بالله يعني من البدع القديحة ومن الأمور السيئة التي يعني ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها ويتعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أخت الفاضلة استجاب الله تعالى لعبده دعاءه فليفرح بنعمة الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون ويشكر الله عز وجل على أن استجاب دعاءه ويحمد الله ويكثر أيضا من شكره سواء بالقول أو بالعمل هذا الذي يفعله الإنسان مدام دعا الله فاستجاب الله دعاءه يفرح بذلك ويحمد الله وينسب النعمة إلى الله عز وجل بارك الله فيك